عايز بس أقدم التحية لطلاب جامعة كولومبيا في نيويورك لو تفتكروا من فترة طويلة كنت قلت إن الرهان على أجيال جديدة بتبحث وبتحس وبتشوف أجيال بتؤمن بالإنسانية وبتحترم قيمة البني آدم بحق مش كلام جريت الشباب دول اللي الحقيقة الإعلام الجديد وصل لهم لأن الإعلام القديم تلفزيون وصحف اللي تحيز بشكل سافر في عشرات السنين اللي فاتت كان بيوصل للأجيال السابقة فبالتالي كان المجتمعات الغربية عاملة زي الحصان اللي بيحطوا له النظارة عشان ما يشوفش غير دول بس لكن الولاد دول خرجوا بره عباقة الكلام ده وقدروا إن هم يشوفوا الأمور على حقيقتها بطريقتهم في التواصل اللي احنا عارفين الشباب بيتعاملوا بيها فطلاب جامعة كولومبيا دول من أول الحرب وهم كل شوية يتظهروا عشان يدعموا غزة وينددوا بالإبادة الجماعية لكن بداية من الأربع اللي فات قرروا إن هم يعتصموا ويبنوا خيم للاعتصام وخيم تانية رمزية لحياة الفلسطينيين اللي هم لو لقوا الخيم يعني كانوا يعيشوا فيها الكونجرس حسب خطر فاستدعى رئيسة الجامعة اللي تعهدت إنها تتصدى لأي محاولة لمعاهدات السامية وفعلا راحت بلغت البوليس وسمحت لهم إن هم يقتحموا الجامعة البوليس يقتحم الجامعة ويقبض على الطلبة المعتصمين أكتر من طالب تم فصله من ضمنهم بنت اسمها إسراء هيرسي دي بنت عضوة الكونجرس عن ولاية مينيسوتا بص البنت الصغيرة اللي يعني دي تعاملوا معها بهذا الشكل ده اللي هو بيكلموا على الديمقراطية متخيلين يعني متخيلين إن هذا هو الوضع متخيلين الشرطة بتقبض على الشباب لمجرد إن بيقود رأيه فين في بلد الحريات في بلد الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي عاصمتها الاقتصادية نيويورك شباب بيقول لا للقتل نقوم نفصله يقول لا للإبادة نقوم نقبض عليه مش عارف هي الدرجاتي الحرية وهمة والدحك علينا بيه الموضوع بقى أكبر من الجامعة البيت لابيت دخل على الخط وأداني المظاهرات بتاعت جامعة كولومبيا واعتبرها إنه عمل معادي للسامية إنبارح البيت لابيت قال لابد من الإقرار بوجود تصاعد مقلق لمعادات السامية في المدارس وعلى الإنترنت لمجرد إن هم بيقولوا لأ للممارسات اللي بتحصل يبقوا بيعادوا السامية طب التصاعد ده ما بيحسسكمش إنكم غلط وإن غيركم على حق إن ولادكم هم اللي على حق مش بنقول حد غريب ما بيحسسكمش إنكم تسببتم في استشهاد مئات الألاف على مدار السنين وعلى مدار الإدارات والحكومات المختلفة في البيت لابيض متحدث البيت لابيض بيقول إن الدعوات للعنف والترهيب الجسدي اللي بتستهدف الطلاب اليهود والجالية اليهودية دي معادة للسامية بشكل صارخ مع إن ما كانش فيه أي استهداف للطالب يهودي ولا الديانة اليهودية ولا حتى الحد إسرائيلي هم بيكلموا عن ممارسات بتحصل آلاف الأميال بعيد عن نيويورك اللي هم فيها لكن هم شايفينها لأن صوت الفلسطينيين وصل أخيرا بعد سنوات طويلة جدا عمدة نيويورك أريك أدنس بيقول إنه أصيب بالرعب يا حب تعيني والإشمئزاز يا حبيب قلبي من معادات السامية في حرم الجامعة والكراهية حسب كلامه قالك ملهاش مكان في مدينتنا نيويورك سيدتك بتتكلم على نيويورك المدينة المليئة بالجريمة المدينة المليئة بكل الأشكال وبكل أشكال العنف وبكل أشكال الاضطهاد وبكل أشكال العجرفة اللي انت بتتكلم بيها وانت بتقول إنك انت أصدرت تعليماتك للشرطة عشان يتم اعتقال أي شخص يخالف القانون بس السؤال هو أي قانون اللي انت بتتكلم عنه اللي انت عايز تعتقل الناس عليه بتعتقلهم على مخالفة قانون حقيقي ولا قانون زانوبيا اللي انت اخترعتوه عشان خاطر تكتموا الأصوات وربيبتكم إسرائيل تفضل ملء السمع والأبصار بغض النظر عن الكلام الفارغ بتاع الكراهية ده وبغض النظر برضو عن الاتهام اللي بقى شماعة خايبة اللي هو معادات اسلامية متخيلين دولة كاملة دولة عظمة الدولة العظمة بتتحرك بسبب اهتفات شوية طلبة شباب صغير قدر يوصل للحقيقة ويشوفها كاملة وعملوا اللي عليهم عشان يوصل كلمته بس في ناس تانية قررت تتجاهلهم وتتهمهم كذبا وبهتانا وزورا ولكن معلش ان اساسا يتفتح الأم أم ويخرج المارد والمارد ده هو اسمه الشعوب اسمه الرأي العام العالمي والرأي العام مش من عند العواجيز مش من عند الكبار الرأي العام من عند الشباب لانه هم عموم الناس في بلاد زي بلادنا الشباب بيشكل 60-65% في بلاد تانية 50% بلاد تالتة 40% لكن هم في معظم الأحوال هم الأكتر وهم اللي المستقبل ليهم وهم اللي هيقدروا يبقوا وهم في مواقع قيادية انه هم يفرضوا رأيهم على العالم ترجمة نانسي قنقر